السلام عليكم ويعطيكم العافية اليوم سأتكلم عن كذا موضوع ويخصون المواضيع هذه يتخص الواي فاي سأتكلم عن الواي فاي 5 و الواي فاي 6 و سنتطرق عن الواي فاي 7 ما هو الواي فاي 5 الواي فاي 5 الواي فاي 5 كان موجود التكنولوجيا صار لها اكثر من 15 الى 20 سنة يعني موجودة غديمة يعني عيني احد يقولي بيشتري جهاز راوتر فيه AC ويقولي جهاز gaming او جهاز قوي او جهاز فيه عنده شي ممتاز لا شي ممتاز الواي فاي 6 وواي فاي 6 قوي ممتاز تمام من سنة 2019 بلش و دائما ضيحنا 23 و 23 الموحدة منهم و اتوقع حسب القراءات الموجودة راح تنزل اللي هي الواي فاي 7 راح ينزل على 24 و 25 يعني راح ينزل شوي مبتشر لأن العالم محتاج الواي فاي قوي اوكي فخلنا ناخد نبدة بسيطة ليش احنا ما نحب الواي فاي ليش في مشاكة بالواي فاي الواي فاي كان يشتغل قبل مثل الهب الهب طبعا شركتان قبل السويتش و الهب بشارط هذي خيارتك موش يسوي الهب الهب بس يستغل البيانات و يجز حق الكل فدائما مسوي ترافك دائما مسوي مثلا انت موجود 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 بس مشرط يتشيك عليه ما في ذاتا قع تروح وتي فكانت البطارية التليفون تخلص واللابتوب وهذا وفوق هذا الرافتر قع تسوي ترافك على الفارض انت موجود او موجود بس اللي التأكد مننا بالواي فاي السكس اللي نزل لأ صار شوي ذكي صار نفس السويتش حتى السويتشات احنا اللي تشوفها قبل كانت ميجا بايت صارت قيجا بايت فلما صار نفس السويتش صار ذكي صار يدين انت موجود ما يحتاج ان انت موجود اولا انا ماسك ماك ادرس مالك عارفك انت منه لما احتاجك ارد ادزلك مرة ثاني عارفك انت منه وعارف ان انت موجود فما يحتاج ان اتشيك عليك بعد ما كان ميجا بايت نزل جيجا بايت نفس الشي ماي فاي سيكس رح ينزل واي فاي سفن عشان يعطينا سرعات اكبر طبعا ماي فاي سيكس هم سرعات نغربيانات قوية خاصة اذا اخذنا ربطات ال 11000 او 16000 اذا نزلت رح تكون 10 جيجا بايت 10 جيجا بايت 10 جيجا بايت موجود بالواي فاي فهذا شي كبير نروح سالفة اللي هو الواي فاي سيكوريتي طبعا قبل كان شي اسمه WEP WEP هذا من ابسط انواع الباسورد ما كان فيه اجهزة وايض قوية انه تصليد الباسورد ما كان فيه روبوتات او بوتات يكون على الباسورد فكان اللي هو عبار عن 8 ارقام او 10 ارقام ومع السلامة شافوا ان هذا لقى ركيك ضعيف مو قوي سوى لك شي اسمه WPA WPA2 وبعد WPA3 حاليا موجود WPA2 صار فيه حروف وارقام صار فيه حرف كابتر وسمال WPA3 اللي هو فيه رموزها بعد حسنا يصير عملية الباسورد تصعد انك تحصلها هل هذه الشغلة هل هذه الشغلة تكون عندي سيكورتي رح تكون سيكورتي رح تكون قوية بس عندي مشكلة بالسيكورتي المشكلة الرئيسية فيها ان الجهزة المستقبلة عندنا لحن قديمة الطابعات اللي يحميه عرفة WPA Personal أو WPA2 هذه طبعا تكون عن طابعات الغديمة حاليا طابعة يديدة فيها 5Ghz فانها الطابعات قلت بتكلم عنها لكن ان شاء الله يوم الهوم رح سواء عنها فيها اللي هو 5Ghz يعني اقل بينات بين روتر والطابعة ويطبع على طول ما ينضطرني فان شاء الله تشبك بدون اي مشاكل قاعد تشبك بالWPA الطابعات الغديمة لا تحتاج WEP نفس الشيء مع السمارتفوم سمارتفوم بعد عندي مشكلة فيه انه دائما يكون شابك مع بعض الهجهزة تكون غديمة سمارتفوم عندك فيكون عند WEP ما يكون عندك اللي هو WPA ما يتعرف عليه فدائما يكون عندك سيستم غوي تأكد ان الطرف الثاني لا تغرق الاسعار لا تغرق لا تغرق اللي هو شكل الجهاز تأكد ان يكون جهزة يديدة يقول لك بالكرتون بعدين نروح على فدائما عندي دائما انصح انا بالتيبيلينك وانصح بالاسوس ليش؟ لأن الجهازين هذين مو بس انت قاعد تشبك حق جيم أو شيء حتى حق الهوم يوزر مثلا نتكرم عن تيبيلينك اللي هو المش سيستم فيه انتفايرس طول ما انت موجود انتفايرس يقال معك نفس الشيء الاسوس طبعا نتكلم عني اكثر يعطيك يصيد لك المواقع صار فيها سبام لا تقول لي ابل ما فيه لان ابل لان اكثر شيء يعطيك يصيد سبام والسكام موجودة بالابل اجزة الايباد اجزة الايبادات اجزة الايبادات اجزة المواقع اجزة المواقع اجزة المواقع باستخدام فتسكر المواقع لا تتبعين فالسكورتي جدا غوي الاسوس الحلو فيه انه سكورتي بس السكورتي لان عالم العالم لا يحتاج سكورتي ففيه سكورتي وعرف ما يحدث تطور وعرف ما فايرسات ويطبطها دائما يقول فريموير ابغرايد وليس يقوم بي ام لان كان هناك مشكلة وعدلوها لان ما يقوم بي ام لانه 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 وليس يقوم بي ام وليس ان انت شاري بي ام مادر اي سنة صارت لذيدة وبرنامج فهي حل لك مشاكل ما يعطيك ديكور فالأبغرايد لازم تعمل لان تعمل على اي جهاز عندك حين نروح على شنو المشاكل الرئيسية عندي نحن نهد الورقة اتوقع خلاص انا نحن بشكل عام الشرح لا بي اسمالي شم دقيقة صارت سامحوني لانه لفتوهيد فالي صير ان شو المشاكلة تواجهني انا بالواي فاي ليش عندنا مشكلة بالواي فاي انا رحت احد القهاوي كنت قاعد اشرب قهوة صورت وانا قاعد اللي صار معاي بس لان بصور البيت صار زحمة لان بصور مرة ثانية كان ريال بعد ما شرحت للسالفة ضبط السالفة اللي صار ان انا قاعد كان عنده رابتر الرابتر هذا من احد الشركات مو مغير شي اسمي الرابتر نفسه والديفولت باسورد نفسه موجود انا من قاعد قاعد احاول قاعد اشوف انت صار شو بطي لأ صار اسرع يفصل يشبك اطالع ولا الواي فاي عندي حول من الواي فاي حول احول الواي فاي انا مواخد باسورد ماله بس لان الديفولت موجود فتيلفوني يشبك على طول فتخيل انت قاعد تكلمي عن اه طبعا قلت لك قلت لان انك هذي شغلتي امان اني لازم اقولك ياهن بس تخيل لو هذا مو شغلة واحد ثاني هذا واحد هيك واحد يحب الخراب انت ببيتك بعد نفس الشي موتي براوتر مال الشركة دائما حاول تغير الباسورد فالعيب مو من باسورد الجهاز نفس العيب فينا احنا احنا طبعا دم السيكورتي او المهندسين يقولك لا تحط واي فاي في في اتاك وفي هاك وشغلة هذي مو لانه مو سبب سبب الجهاز السبب فينا احنا احنا قاعد نحط باسوردات ردية احنا قاعد نعطي باسوردات نحق ربعنا احنا قاعد نسجلها باماكن عادية تلاقي مثلا مسجل بنوت ونوت هذي مسوي شرحة الكل او بعض محطون باسورد عشان صارت معي بايد حتى مثلا تروح مكان ولا تقول لها وين باسورد الجهاز ولا حاطها بدرج تحت الجامعة ليش حاجي تحت الجامعة ليش عشان نشوفها فاحنا عنده مشكلة بان احنا ما نحط الباسوردات صح هذي شغلة ثاني شكلة وشي المهم لما يكون عندك انترنت لا تعطي الواي فاي حق احد سولك قسط نتورك حتى الخدم عنده بالبيت ندى نأمن فيهم وكل شي بس انا بعض مات بحط اجهزتي الخاصة بحط سوري بحط بحط الهو ستورج روم ستورج ديفايس بغزي فيه بحط فيه سوري بحط طابعتي ابي حقي بحط كاميرات ابي حقي فما بي احد ثاني يشوف حتى اخوي اخوي مثلا بالبيت طبعا اذا احنا صغار ابونا عن راسنا والوالد هو اللي يتحكم بس الدم مثلا كل اخو او كل واحد عنده بيت فيجتمعوا الاخوان ما تعطي حق اخوي ما يخرب اخوي عن راسي بس انا سوري هالي الجزتي وهذي اعطي قسط اعطي انترنت اعطي قسط نتورك زيني قسط نتورك ممكن انسمي شي ثاني يا مرحبه يا هلا فيكم شون اقدر اخلي بالعربي يا هلا ومسهلة احياكم الله وسوي فيه باسفورد بسيط اسويل اشير كلبين مده مده غير باسفورد اعساس انه يتغير عادي اللي يصير ان بس يدش على نتورك ما راح دش ياخذ انترنت بس اللي راح دش ياخذ مني داتا بس ما يدش على نتورك عندي فساعدت لانكم امن نفسي ومعطي الباسفورد بزن اي مشاكل تصير امورة طيبة تاكن الباسفوردات وتكون امورة طيبة حين روح حق الواي فاي 7 ممتاز سريع وايد جيد وان شاء الله مترغبين ان ينزل عندنا بالكويت بس مول حين بعد مده يعني 2024 وراح ينزل بالعالم يمكن سياي يبلش ينزل بامريكا نازل بس مو باسم واي فاي 7 نازل باسم واي فاي 6E وهنا بس راح ينزل واي فاي 7 مع نطاق اوسع مع سرعات اكثر بحيث انه ما يصير فيه حاليا واي فاي 6E ممتاز عندك الدعش الف ويعطيك هو اسرع شي بالواي فاي قد يعطينا ما اقول لكم لا الكابل هم ممتاز هم زين بس احنا حاليا فيه زمن الواي فاي فشان شي قا نقول ركز على الواي فاي اكثر عندي VR عندي اشارات هذي نحتاج جهاز قوي حق اشارات هذي اشارة اكون فايد بفتكم بالفيديو هذا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة